يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي أنا على شاشة القناة الأولى بالرغم من كل اللي اتكتب وبالرغم من كل اللي عرفناه عن حرب أكتوبر إلا إنه لسه فيه كتير ولسه فيه جديد دايماً بيتقال وبطولات بنسمع عنها الأول مرة ومهمة أوي نحكي عنها لأولادنا وأحفادنا ونحكي لهم عن اللي حصل في اليوم ده يعرفوا قد إيه جيشنا عظيم قد إيه في ناس ضحت بنفسها وبحياتها عشان إحنا النهاردة نعيش رفعين راسنا وعايشين في الأمان اللي إحنا عايشين فيه مش بس حرب أكتوبر اللي لازم نحكي لهم عنها إنما كمان عندنا تاريخ عظيم وتاريخ كبير بشكل عام مهم جداً إن الأجيال الجديدة تعرفه وتسمع عنه وتعرف تفاصيله مهم جداً إنه هم يعرفوا حصل إيه زمان وقالوها زمان في الأمثال من فتأة دي متاح واللي ملوش ماضي ملوش حاضر أو مستقبل وإحنا الحقيقة مضينا غني قوي بالحكايات وبالأمجاد وبالأبطال وزي ما قال عمنا صلاح جهين على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء وده لأن مصر عندها حقيقي تاريخ كبير جداً تاريخ مشرف تاريخ متنوع وحضرات مختلفة عشان كده إحنا النهاردة في حلقتنا هنتكلم مش بس عن انتصارات أكتوبر إنما كمان عن الأدب التاريخي وعن الكتب التاريخية وعن الكتابة التاريخية هنعرف إزاي نقرأ صحة في التاريخ من غير تزيف ومن غير تشوية